اشتركوا في القناة اما نخلي ورا هذا الفعل حرف جار او ممكن نخلي ظرف فمثلا شنو نقصد بحروف الجار مثلا نخلي ورا الفعل فاكو افعال باللغة الانجليزية كون المركبات وكل فعل ياخذ حرف جار معين زين شنو نقصد بالظروف اللي ممكن تجين الفعل ممكن يجينا ظرف اوي اللي معناته بعيدا او ممكن يجينا ظرف back اللي معناه للوراء او ممكن يجينا ظرف down اللي معناته للأسفل او ممكن يجي ضرف up اللي معناته للأعلى فهذه الظروف ممكن نخليهن بعد الفعل يعني بعد افعال معينة مو يعني إحنا باللغة الإنجليزية مو كل الأفعال يقدر نخلي وراهن هذني الظروف أو مو كن نخلي وراهن هذني حرف الجر لا كل فعل يعني يكون نحفظه مثل ما هو بكتابكم طالب من عندكم شكام فعل أنه تحفظه يعني مو أفعاله هواية بس أهم شي يعني عرفته أنه شو نقصد بالفعل من يجو وراه حرف الجر معناته هذا الفعل نسميه فعل مركب بالإنجليزي نسميه phrasal verb فمثلا إحنا نسمعين هذا الفعل اللي هو look اللي معناه ينظر هذا الفعل من نخلي وراه for اللي هي preposition هي حرف جر رح يتغير معنى واش رح يصير رح يصير يبحث أوكي فهذا الفعل اللي متكون من فعل وحرف جر اللي هو for رح نسميه phrasal verb فعل مركب لأنه تكون من فعل وحرف جر فمثلا إذا خلي بجملة نقول I'm looking for my pen فهنانا looking for pipe جملة هاي كلها الفعل أوكي يعني أنا أدور عن قلمي ننتقل ناخذ another example like put معناته يضع سامعين هواي به هذا الفعل هذا الفعل نقدر نخلي باللغة الإنجليزية بعده حرف جر اللي هو on اللي هو على فيصير معناه يضع على فمثلا إذا نخلي بجملة I need to put on my jacket الآن يحتاج إنه أخلي سترتي على فد مكان معين فهنانا put on هذا هو كل الفعل هذا نسميه فعل مركب متكون من فعل اللي هو put وحرف جر اللي هو on عدنا مثلا فعل pick up pick up معناته يلتقط هذا الفعل جايبينا من فعل pick وضعي فيه للظرف اللي هو up اللي الأعلى فهيصير معناته يلتقط فمثلا نقول she picks up the papers أوكي هي تلتقط الأوراق فعدنا احنا باللغة الإنجليزية أفعال مركبة تقبل أنه المفعول به يجي بنفسها يعني بين الفعل وبين حرف جر أو بين الظرف فهذا pick up من الأفعال اللي تقبل يعني ممكن نقول احنا she picks the papers up أو ممكن نقول she picks up the papers يعني المفعول به ممكن نخليه بعد الفعل أو ممكن نخليه بنص الفعل ثينا تنصحي هات أوكي فليش هنا أنا قبل هذا الفعل أنه يدخل المفعول به لأنه هذا المفعول به هو اسم لأنه احنا باللغة الإنجليزية عدنا اسماء وعدنا ضمائر للمفعول به فإذا شفتوا الفعل pick up و جاي ويا المفعول به اسم فممكن تخلون هذا الاسم بنص الفعل المركب أو ممكن تخلون هذا المفعول به اللي هو اسم تخلوه بنهاية الفعل وراء الأب خلينا أخذ هذا الفعل اللي هو give give معناته يعطي نخلي ويا الظرف اللي هو up راح يصر معناته يستسلم فهذا الفعل ممكن أنه هم نخلي يعني المفعول به بنصة أوكي لأنه up تقبل فمثلا نقول you should give it up أنت أو أنت لازم تستسلم لهذا الشي فهنانا خلينا ال it بين الفعل اللي هو give وبين ضرف اللي هو up هنا ال it هاي لأنه ال it إجدتي مؤسم إجدني ضمير فما نقدر نخلي اللي هي المفعول به نخليه بنهاية الفعل يعني ما نقدر نقول you should give up it خطأ ليش فننتبه لهذا المفعول به إذا كان اسم نقدر نخلي وراء الفعل أو نقدر نخليه بنصة إذا هذا المفعول به إجد ضمير فما يصنع نخلي وراء الحرف لا لازم نخلي فقط بين حرف الجر أو بين الظرف والفعل أوكي فهذه هي قاعدتنا ناخد another example like can you turn down the music can you turn down the music يعني تقدر تنصي الموسيقى فهنا هنا the music هي المفعول به إجدتي وراء الفعل اللي هو turn down وممكن أنه إحنا لأنها the music هي اسم فممكن نخليها بين الظرف وبين الفعل فممكن نقول can you turn the music down ثانات صحيحات أوكي خلينا أخذ another verb اللي هو wake up wake هذا الفعل معناته يصحو من خلينا ويا up صار معناته يستيقظ فمثلا نقول we have to wake up early إحنا لازم نستيقظ من وقت فهنا هنا هذا الفعل ما يحتاج مفعول به إحنا لازم نستيقظ يعني ماكو مفعول به بالموضوع فبهاي طريقة قدرنا نكون هذا الفعل المركب hold on hold on معناته ينتظر أوكي هذا مثال لفعل من أفعال المركبة keep on معناته يستمر log in معناته يسجد دخول switch on معناته يشغل switch off معناته يطفي plug in معناته يوصل فهذا اللي نقصد به بالأفعال المركبة أتمنى تكونوا استفاديتوا من الدرس اللي مطلوب من عدكم إنه تحفظون هذين الأفعال المركبة الموجودات بهذا الدرس أو أي فعل مركب موجود عدكم بكتابكم يعني موجود بالوحدة الثانية أو بقية الوحدات هم لازم تنتهله لتعرفونا إنه هذا فعل مركب